اهلا بكم مشاهدين الى هذا المعايد الاخباري بداية هنأ رئيس والجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفريقى نظيره المالي ابراهيم بوبكر كايتا بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاعلان قيام جمهورية مالي وجاء في برقية التهنئة ان الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لاعلان قيام جمهورية مالي سانحة طيبة اختنمها لاتوجه اليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي بتهنين الحارة واطيب تمنيات لكم بموفور الصحة والهناء وبالرقي والازدهار للشعب المالي الشقيق واضاف رئيس والجمهورية هذا واختنموا هذه المناسبة السعيدة لأشيد بجودة علاقات صداقة والتضامن وحسن الجوار التي جمعت بلدينا الشقيقين على الدوام وأؤكد لكم تمام عزمي على التثمين أو تمتين علاقاتنا الثنائية والاستمرار معكم في تعميق تشاورنا حول ما هو محل اهتمامهما المشترك من المسائل الاقليمية والدولية خدمة لمصلحة شعبين الشقيقين وأردف رئيس والجمهورية كما يطيب لي فخامة الرئيس وأخي العزيز وقد أقبل الشعب المالي مؤخرا على تجديد ثقته فيكم لاستكمال مهمتكم النبيلة على رأس ماليان أكد لكم تهانية الخالصة وأنوه بالحوار البناء والمعتبر الذي جمع حكومتين على الدوام حول المسائل المتعلقة بالسلم والأمن وما يترتب عنهما من تحديات وتهديدات تفرض علينا اليوم أكثر من بقبل ضم جهودنا ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الذين يقوض استقرار وأمن منطقتنا وبلدين وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة شارك اليوم الوزير الأول أحمد أيحيا بالعاصمة المالية باماكو في مراسم تنصيب الرئيس المالي إبراهيم أبو باكر كايتا بعد فوزه بعهدة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات وشارك الوزير الأول أحمد أيحيا الذي يرافقه وزير الشؤون الخارجي عبدالقادر مساهل في احتفالات التنصيب التي تتزامن والذكرى الثامنة والخمسين لإعلان قيام جمهورية مالي حيث جارت بشارع مالي باماكو وميزها تنظيم استعراض عسكري تابعه آلاف المواطنين الماليين وبالمناسبة أشاد الرئيس المالي إبراهيم أبو باكر كايتا مرة أخرى بجهود رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة والجزائر لاحتضان المشاورات في ظروف أخوية وودية وبأهمية تنفيذ الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر شكرا للمشاهدة ومن خلال الوزير الأول أحمد أويحي قد أجرأ أمس بإباماكو مباحثات مع نظيره المالي سوميلو بوباي ميغا بحضور وزير الشؤون الخارجي عبدالقادر مساهل ويحي أكد بالمناسبة أن عملية تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة بمالي تتقدم بشكل جيد وأن الجزائر مستمرة في دعم هذا المسار شكرا للمشاهدة 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 شكرا شكرا للمشاهدة 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 ترابنا الوطني وإحباط أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد وفي بيان آخر لوزارة الدفاع الوطني وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت أمس مفارز للجيش الوطني شعبي بتمراست وعنجزام 28 منقبا عن الذهب بحوزتهم خمسة أجهزة كشف عن المعادن و26 مترقة ضاغطة و46 مولدا كهربائيا بالإضافة إلى ثلاث دراجات نارية ومركبة ربعية الدفع من جهة أخرى أوقفت مفارز مشتركة للجيش وعناصر الدرك الوطني بكل من البيض وبسكرة ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 100 كيلوغرام من الكيف المعالج كما أحبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان محاولة تهريب كمية معتبر من الوقود وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس سواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان وعين تمشنت محاولات هجرة غير شرعية لأربعة وتسعين شخصا كما تم توقيف 33 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تمرست وتلمسان عرضت اليوم الإذاعة الوطنية في ندوة صحفية القانون الداخلي لجائزة المنارة الشعرية في وصف الجامع الجزائر المسابقة التي أطلقتها الإذاعة الوطنية بمشاركة الدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تنظم تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفريقة وتشرف عليها لجنة تحكيم من الكفاءات الأدبية والأكاديمية وتمنح للفائز جائزة مالية قدرها مليون دينار جزائري كما تمنح جائزتان تشجعيتان لقصيدتين قيمة كل واحدة منهما 500 ألف دينار جزائري وتهدف المسابقة الوطنية هذه إلى إبراز الدور الحضاري والديني لجامع الجزائر في نشر قيم الوسطية والاعتدال انتقل اليوم إلى رحمة الله الأستاذ أحمد براهيمي مؤسس وأول مدير للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام للفقيد المعروف باسم براهيم براهيمي عدة مؤلفات بينها السلطة والصحافة والمثقفون في الجزائر والسلطة والصحافة وحقوق الإنسان في الجزائر وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الاتصال جمال كعوان بتعزيه الخالصة لعائلة الفقيد إن لله وإن إليه أراجعون في ختامي النشر أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر